عقد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ فادي باعوم ورئيس انتقال حضر موت العميد سعيد المحمدي بمدينة المكلة اجتماعا بمسؤولي الشباب والرياضة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وناغش اللقاء الذي حضره النائب رئيس انتقال حضر موت علي الجفري العديد من القضايا التي تخص قطاع الشباب والرياضة بمحافظة حضر موت وأوضاع الانتقال الرياضية بالمحافظة وكذا اللقاء على وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب الشباب والرياضة بمحافظة حضر موت والاستماع إلى أبرز المشاكل والهموم التي يعاني منها هذا القطاع الذي يضم أهم شرائح المجتمع والعمل على معالجة عازلة لجميع المعوقات الفنية فيه اشتركوا في القناة